مصريا أيضا أعلنت وزارة الصحة رصد حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد EG5 وقال بيان لوزارة الصحة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت على الحالتين خفيفة وإنهما يتمثلان للشفاء من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية المصابين أو كيفية انتقال الفيروس إليهما أضاف البانو أن نتائج التحليل من مراكز رصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة أكدت إيجابية حالتين لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون ينضم لنا عبر الآن تردت من القهيرة دكتور أيمن أشبيني أستاذ الفيروسات ومدير عام المعاهد البحثية بجامعة زوين أهلا بك معنا دكتور أيمن هل تشعر أن هناك خطورة من عودة فيروس كورونا مرة أخرى أم أنه ربما متحور بسيط والناس بالفعل استطاعوا أن يتكيفوا معه؟ نساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام يعني أنا حابب أن أوه باستكمال لكلام حضرتك والمقدمة أن فيروس كورونا لم يختفي ولكن ظهر متحورات أضعف وأقل قدرة على إحداث أعراض قد تكون مؤثرة على المصابين الفيروس متواجد بشكل كبير جدا ولكن اللي تم في الفترة السابقة هو انحصار أعراضه وده ناتج عن خطوات إيجابية تمت بشكل كبير من خلال توفير اللقاحات وإعطاء اللقاح لأكبر عدد من سكان الكرة الأرضية بنسبة كبيرة وإن كان ده أقل نسبيا في الدول النامية والفقيرة المتحور للفيروس اللي ظهر حديثا هو متحور من ضمن مجموعة من متحورات فيروس أو مايكرون اللي هو ناتج أيضا كمتحور عن فيروس كورونا الأصلي اللي ظهر كدلتا وخلافه فطبعا قدرة المتحور على الانتشار وقدرته على التهرب والتخفي من جهاز المناعة هو اللي بيخليه ينتشر بشكل كبير جدا وده اللي ظهر في إي جي فايف اللي هو المتحور الناتج عن أو مايكرون أنه لديه قدرة على التخفي من جهاز المناعة بشكل كبير وقدى إلى انتشاره بشكل كبير جدا في عدد كبير جدا من الدول وبدأت أصبحت على سبيل المثال نسبة سيطرته في عدد النصابات في الولايات المتحدة الأمريكية تجوازت أو في حدود العشرين في المائة أي تقريبا كل واحد من سبعة أو أقل من المطابين بيكون مصاب بي جي فايف قدرة هذا الفيروس على التخفي هو اللي بصراحة كانت لها عامل كبير جدا في انتشاره وإحداث إصابات كبيرة كونه ظهر في مصر وظهر في دول عربية أو أخرى ده شيء ليس بجديد لأن الفيروس لا يدير قدرة على الانتقال مع الأشخاص المسافرين ومع التغيرات والظروف البيئية مع حتى الكائنات اللي ممكن تصاب سواء كانت حيوانات أليفة أو غيره وممكن تنتقل بشكل ما أو بآخر من دولة إلى أخر طبعا السفر هو كان عامل كبير جدا لأن طبعا السيطرة على المسافرين ليس بالأمر الهيين وده اللي أدى إلى فترة انتشار ديلتا وارتفاع نسبة الوفيات أن كان هناك إغلاق للمتقارات في دول كثيرة جدا هنا أسألك بكما هل من الوارد أن نستمع مرة أخرى أن هناك إجراءات احترازية في محاولة لمواجهة هذا الفيروس أو هذا المتحور وارد جدا أن هناك يحدث تصعيد في المتطلبات الصحة والسلامة بتطبيق التدابير الاحترازية بشكل ما أو بآخر ولكن لما منظمة الصحة العالمية رفعت التدابير الاحترازية على مستوى العالم بشكل كبير ده كان ناتج لانخفاض وضعف الأعراض الناتجة عن المتحورات الموجودة حاليا هو كون أن EG5 أو ARIS بدأ يظهر بشكل كبير وينتشر ده يعني أسار قلق كثير جدا لدول العالم وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية التي تعني بيئة الصحة العام فورد جدا هو الخوف إن شاء الله أن لا يتم التحور وظهور التحورات تضعف قدرة جهاز المناعة على مجابات هذا الفيروس وأيضا أنه يمكن تحدث تحورات تضعف من تأثير اللقاح حتى هذه اللحظة طرق الكشف عن المتحورات الجديدة ما زال قادرة على الكشف على أي متحور حتى هذه اللحظة التعديلات اللي تمت فيه اللقاحات سواء موديرنا أو فايزر لديها القدرة على مواجهة هذا الفيروس بنسبة كبيرة جدا إن شاء الله لديه التحورات تؤدي إلى أمر مزعج في المجتمع دكتور أيمن أشبينيا أستاذ الفيروسات ومدير عام المعايد البحثية بجماعة زويل كنت معنا عبر الإنترنت من القاهرة